مرحبا بكم مجددا مشاهدين الأعزاء إلى نقاش الليلة في برنامج الجزيرة هذا المساء وكما قلت في بداية البرنامج نعود إلى أبرز أحداث هذا الأسبوع وأحداث اليوم أيضا لأنه كان هناك لقاء وزير الداخلية مع الأميار وكانت هناك افتتاح دورة المجلس الوطني لحزب الـ R&D والخطاب الذي ألقاه الأمين العام للحزب والوزير الأول أحمد ويحيا ولكن أجل كل الرد على الأسئلة إلى الندوة الصحفية اللي رح يعقدها هذا السبت واليوم في لقاء الوزير الداخلية مع الأميار كلام كثير بين هذا القرار قرر رئيس الجمهورية ترسيم يوم 18 جونفي من كل سنة عيدا وطنيا للبلدية كتروا العياد في هذا البلد وجاء قرار رئيس الجمهورية خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الأميار العام للرئاسة حب العقبي الذي يظهر كثيرا هذه الأيام بقوسي لا ندري لماذا لأنه كان هناك أيضا إطلاق القمر الصناعي قبل فترة وهو الذي ألقا كلمة رئيس الجمهورية وطالب الرئيس متفليق الأميار المجتمعين في قصر المؤتمرات بالتحرر من البيروقراطية وتقديم أو تنفيذ الالتزامات نحو المواطنين ربما هذا هو السؤال الأول بعدما أرحب بضيوفي الدكتور صفيان سخري الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي مرحبا بك دكتور سخري والزميل حافيد دعماش الزميل السحفي مرحبا بك حافيد مرحبا أبدأ معك دكتور سخري إذا بدينا من اجتماع وزير الداخلية مع الأميار اليوم الرئيس يطالبهم بالتحرر من البيروقراطية وزير الداخلية يعني يقول لهم عندكم صلاحيات منذ 2011 ما تهفوش الناس تقولوا ما عندنا صلاحيات ما نقدر نديرو والو هذا الخطاب هل سيحرك العملية التنموية محليا برأيك؟ والله بالنسبة للأميار حقيقة أن البلدية هي المفروض هي المقر الأساسي والمكان الأساسي أين تكون عملية التنمية المحلية ومن خلال التنمية المحلية في مناطق متعددة يمكن أن نقوم بالوصول إلى ما يسمى بالتنمية الوطنية الشاملة لكن أظن أن في الواقع حينما نرى عمل بلديات أولا لاحظنا أنه ما زال إلى حد الآن هناك صراعات حزبية داخل البلديات في إطار تقسيم المهام وفي إطار فتح المجال للعمل لرؤساء البلديات من جهة أخرى في قضية الصلاحيات أظن أن صلاحيات الأميار مازالت محدودة بالنظر لأن الرئيس البلدية هو منتخب من طرف الشعب خاصة في علاقته بالإدارة وعلاقته بممثلية الإدارة على مستوى الجماعات المحلية من جهة أخرى أظن أننا مقبلون على مرحلة عويصة لاحظنا أن هناك تصدعات اجتماعية كبيرة وهذه التصدعات الاجتماعية ربما الحكومة لا تريد أن تقوم بمجابهتها بطريقة فردية فهي تدفع المنتخب أن يواجه الشعب مباشرة تدفع تورط نعم تورط المنتخب رغم أنها تعرف أنه لا يملك الصلاحيات الكافية لكن تدفع ولكن لقطة الصلاحيات قال المفتش العام بوزارة الداخلية عبد الرحمن سديني أن الوزارة لم تقوم بتجريد رؤساء البلدية من صلاحيتهم بالعكس تم إعطاؤهم صلاحيات أكبر من خلال الاستثمار وإيجاد البديل لتمويل بلديتهم نعم أولا البحث عن الاستثمار أظن أنه المشكلة أن الحكومة عاجزة عن إيجاد فرص استثمارية فما بلوك أن المير قلت لك دائما في هذه الرسالة الاتصالية أن البحث عن الاستثمار هو مهمة الرئيس البلدية وفتح فرص اقتصادية هو مهمة رئيس البلدية وإذا كان هناك تصدعات اجتماعية يذهبوا مباشرة لرئيس البلدية وبتالي هذا كله مخطط في إطار الرمي المسؤولية من الحكومة إلى المنتخب الذي أقول في نهاية الأمر هو على كل حال مسؤول لأنه خيار أنه يذهب إلى ترأس البلدية ودخل في الانتخابات ويتحمل المسؤولية ويتحمل التزام أمام المواطنين لكن هذه الانتزامات في نهاية الأمر أمام الصلاحيات وأمام ما هو متوفر هي مجرد وعود كاذبة ووعود وهمية طيب حافظ عباش تغيير نمط تمويل البلدية وتصنفها إلى بلدية فقيرة وبلدية غنية وتحرير المبادرات الاقتصادية لخلق الثروة هذا كله مفردات استعملت اليوم كثيرا في خطاب وزير الداخلية هذا الخطاب إلى أي مدى ربما سيغير من الأمور إذا كان الأستاذ سقري قال بأن هذا إذا كانت الحكومة التي عندها خدمة الاستثمار وفاشلة فما بالك بالبلدية فإلى أي مدى سيغير من العملية التنموية محليا أنظر أن الوزير الداخلية قال بلدية فقيرة لأنهم لا يحبون هذين هو لا يستعمل هذا الله لا يحبونهم ولما بالنسبة ليهم كل بلديات انتهى عجزها من 2012 إلى 2011 ولكن مرة قال بلي البلدية الغنية تعاون البلدية الفقيرة ومستعملش الوصف ترتيب ليكونوا رتبوها بلديات فقيرة حتى كنا نسمع أخ فقر بلدية شكون هي إجازية أظنوا أم البواحد وأغنى بلدية هي بلدية سيد محمد أو بلدية جزاء الوسط على حسب تقسيم الميناء لأنه من هناك يدخل أكبر الأموات المشكل المشكل هو مشكل تسيير مشكل ماناجيري يعني الرئيس البلدية الذي يريد أن يعمل فعلا سيظهر عمله في الميدان هناك أشياء تطلب أكثر من 20 ألف دينار لا يفعلها الرؤساء البلديات ويعاني مواطن من أجل لامبا يعاني من أجل عمارة غير محروصة يعني أشياء بسيطة يمكن أن يفعلها الرؤساء البلديات إنما الأساس والمشكل الأكبر هو ما في رئيس البلدية في حد ذاته قد يقول رئيس بلدية الجزاء الوسطى مثلا عنده تقريبا 500 ألف ساكن أنه عنده مشكل في الصراحيات وعنده يمكن عشر وزراء يسكنوا عنده في البلدية ممكن عنده مشكل في الصراحيات لكن رئيس البلدية الموجود في منطقة نائية عنده 3000 ساكن يعرفهم واحد واحد ويعرفهم واحد واحد ويعرف مشكلهم واحد واحد ثم يأتي ويقول أنه عنده مشكل صراحيات أنا لا أصدق هذا أنا أصدق أنك تفعل ما تستطيع بما لديك هذا إذا فعلت ما تستطيع بما لديك بعدها نتكلم عن الصراحيات لكن أنت لم تفعل الإمكانيات المتوفرة عندك والشيء الذي تقدر تديره كل يوم ما ركش تديره كيف أتكلمني على صراحيات وبعيدا عن الصراحيات والاستثمار وهذه العنوان الكبيرة اليوم منح يوم وطني للبلدية هناك من يقول هذا اعتراف بأهمية هذا العنصر الفاعل في الإدارة الجزائرية في الهيكلة الإدارية الجزائرية لكن قبل أيام وبما أننا نحكي على أحدث الأسبوع تسجيل سكنة الترقوي المدعم الالبيا في السيغة القديمة الجديدة وزيرة السكن عطى تاريخ ربطة جونفي الناس بكرت رحت للبلدية كرحوا للبلدية قالوا لهم ما أعلى بنيش لأن المرسوم التنفيذي مازال ما تتوقعش ومازال مدنة لا مكتب خاص باستقبال طلبات ولا يعني في نفس الأسبوع اللي وزير الداخلي يلتقي بالأميات باش يحكي لهم على أهمية الاتصال مع المواطن والبيروقراتية وزامله في الحكومة خلق أزمة كبيرة على مستوى التقابع المواطنين في سكنة الألبية شوف التحويل المشكل المواطنين كلها إلى مشكل سكن هذا يعني در للرمات في العيون خلاص المواطن عرف باللمشي البلدية المسؤولة على السكن هذا الشيء معروف ذو كان عنده أكثر من 15 سنة ولا 10 سنوات ولا أكثر مساعدة الألبية عرفنا أن السكن هو لجنة في الضائرة المواطني عرف هذا الشيء وما أقول لك يظهر أمام بلدية ليطالب بالسكن إنما يظهر أمام الولاية ويظهر أمام الضائرة وهذا الشيء خلاص المواطن عرفه لا يجيش رئيس البلدية اليوم يقول لي عندي مشكلة أن المواطنين يطالبونني بالسكن صح كهي المشكلة أنه وزير السكن أعلن عن شيء ممكن دال هذا كليفيدانانس ما الفرحة تاعه لأنه حصل على الميزانية المقدرة لحوالي 70 ألف سكن عنده الميزانية لأجل هذه السكن وكل بلدية تضيح حوالي بين 30 إلى 50 سكن أراد أن يفرح المواطنين حتى هذا التقسيم هذا العشوائي تاعه مئة محل في كل بلدية ألفين سكنة لكل بلدية البلديات لا تتساوي يا ناس كأين بلديات تحتاج إلى 5000 سكن كأين بلديات تحتاج إلى 10 سكن وما قالوا لا تتساوي من حيث دفع السعر تاع المتر المربع ولكن في التقسيمات ما نشعر فيه إلا رح يتقسموا حسب احتياجات كل بلدية أو لا ولكن نقص التقه هنا لا أولا هناك مشكلة لأن هناك وزارة داخلية ووزارة السكن هذا يدل على عدم حكومة واحدة هذا يدل على عدم موجود انسجام حكومي وانسجام اتصالي يعني لداخل الحكومة وأثبت ما حدث مؤخرا في إطار قرارات وقرارات مضادة في إطار ثلاثية وثلاثية موازية وغيرها من الأمور أنه لا يوجد ليس فقط انسجام واتصال يعني داخل الحكومة كذلك يعني بين كل مؤسسات كأن هناك فوضى اتصالية أو ربما وجود مراكز مختلفة أو مراكز متنوعة في إطار اتخاذ القرار معناها لا يوجد هناك مركزية قرارية فأصبحت هناك وحدات قرارية مختلفة وتقدم قرارات متناقضة وهذا رح نوله لتعدد مراكز القرار في الموضوع الثاني ولكن هذا ينعكس على صورة المير محليا ينعكس على صورة المير لماذا؟ لأنه لا لأنه المير هو اللي في الواجهة مع المواطن لأنه هو اللي يدار الحملة الانتخابية أنا نقول المواطن إذا يحدث مشكل في الساكن ولا يحدث مشكل في الطريق ولا الإنارة المواطن عفوا يمشي مباشرة للمير وبتالي أنا أظن أن المير هو في الواجهة واليوم هذه الواجهة الخطاب الحكومي والرسمي يكثر منها أنا لا أدافع على المنتخبين ولا أدافع على الأمير وقلت أنهم يتحملون المسؤولية يعني إذا قدموا وعود وهمية وافتراضية في الحملة الانتخابية نئات الأمير تورطوا في قضايا فساد في العهد السابقة وبتالي هم موجودين في الواجهة المواطن يمشي المواطن أنا أذهب أبعد من ذلك المواطن يخاف من الولي المنتد لكن المواطن حينما يمشي للمير يقدر يمشي ويحتج إذا لا يكون هناك تسير محكم وأقول هنا في هذا الإطار بما أنك تقول أنك تقدم الأمور في حدود المستطاع أو في حدود الصلاحيات أنا أقول لك أن الصلاحيات الموجودة للأميار في إطار العلاقة يعني مش نتكلم على الصلاحيات أنه يقدر يشارك في إطار مشروع ولا تمويل مشروع أنا نتكلم في إطار العلاقة مع ممثل الدولة على مستوى المؤسسات المحلية أنا أقول هي محدودة جدا محدودة وشفنا الوليات حتى لما وقع لهم ضغط تاني كانوا يخرجوا في عمليات استعراضية يجيب مع كاميرا ولا تعزوج مرسلين ويبدأ يشتغل في رئيس مشروع ولا رئيس بلدية وهذا المظهر لم يقدم شيئا في العملية التنوية هذا الدليل لأنه كان حقيقة للمير عنده صلاحيات مع الشعب وشعب انتخبوا عليه عنده سلطة لماذا يجي واحد معين يعني قدام المواطنين اللي انتخبوا عليه ويحسب المير بأنه رغم أنه منتخب هو موضف عنده هو موضف عنده لأنه يعرف في إطار الصلاحيات في إطار العلاقة يقول له هل يبددها هذا الخطاب نقدر أن نديك للعادلة نقدر أن نوقفك يتكلم مع بعض طريقة طيب هل يبدد هذا الخطاب عندما يعترف الرئيس للأمير بأنه ما تم إنجازه بالجزائر هو بفضل البلديات ودور المنتخبين للتكفل بالمواطنين رغم أننا انتهينا من عهدة سجنا من سجنا فيها وتهم من التهم بالفساد وانسدادات كثيرة في بلدية عديدة وشف نبل الأمير ما يعرفش يعني فرق بين ميزانية التسيير والتجهيز والأحزاب تقدم ورشحين تعشكارها يعني العملية كلها برعاية السلطة كان فيها انفيلات أو كان فيها تجاوزات عديدة أنا نظن أنه تقريبا ستين سنة بعد الاستقرار حال الوقت باش رؤساء البلديات يكونوا ناس متعلمين ناس يتحلموا ويتحكموا في المحاسبة شرط يعني أساسي ناس يتحكم في المحاسبة وناس تعرف القوانين وناس تعرف كيف تتكلم معه لأنه كل الأميار اليوم لما تتكلم معهم يقول لك مراقب الحسابات هذا مراقب الحسابات في بعض الأحيان عنده يمكن باكالوريا أو لا ما عنده وهو محاسب متخرج من مركز تكوين ميهاني ويتحكم في المشاريع البلدية لما وقع لك مراقب المحاسبة في البلدية المشروع ديالك ميجوث أنت لازم تكون أكثر منه وأفهم منه وتقنعوا أن المشروع هذا مفيد للبلدية وأنه لا يوجد هناك أي شيء وراء هذا المشروع غير مصلحة البلدية والمواطنين إنما أنك تختارع مشاريع لأصحابك لكي تعطيهم لمستطميرين أو لمقاولين لتعرفهم وتختارعهم بعد تقول مراقب البلدية أنا بالنسبة لي أنه رئيس البلدية اختار أنه يترشح ويكون رئيس البلدية بالقوانين اللي يعرفها وبالنظام التسيير المعروف في الجزاء أنت اخترت هذا المكان اخترت هذا المكان تتحمل مسؤوليتك مئة بالمئة ما ركش قادر أستقيل تقول أنا لا أستطيع أن أسير هذه البلدية بصلاحيات القليلة الممنوحة إلي وانسحب والناس تشكرك وتقول لك يعطيك الصحة أما أن تبقى وتقول وتسير في مشاريعك وتقضي مشاغلك ومن بعد تقول أنه ما عندي صلاحيات باش نقضي مشاغل المواطنين المواطنين عمروا ما يستمعوا لك أنت أدرت حملة خليني نكمل أنا شفت واحد الفيديو في فيسبوك واحد المرشح في بلدية شراكة راح للناس وقال لهم بعد مئة يوم بعد تنصيبه نرحلكم هو على باله وقال لي ما يقدرش يرحلهم وقال باللي أنا سأسعى عند الوالي أن يرحلكم بعد مئة يوم هو الوالي ما رحلهم جيته وش الدير ما تقدرش قابل هذه الناس إذن لا تقدم وعود أنت لا تستطيع أنت صلاحياتك السكن ليس من صلاحياتك ما تقدمش وعود سكن أنت مثلا أنك تجهز المدارس من صلاحياتك أنك تحافظ على النظافة في البلدية من صلاحياتك أوعد في هذا المجال لا تؤعد في أشياء ليس من صلاحياتك حتى في توفير مرافق طرفيهية للشباب وتثقيفية دار شباب ملعب السيدين لا تقدرش لا تعطي مشاريع تنموية وفتح مناصب عمل على الأقل وفر للشباب ما يجدون في راحتهم على مستوى المناطق النائية تحديدا ولكن فقدان الثقة وغياب التواصلها في الدعم مطروح هذا الأسبوع ماشي على مستوى محلي وإنما على مستوى وطني بين الوزير الأول أحمد ويحيا ورئاسة الجمهورية بعد هذه التعليم التي قالت بعض وسائل الإعلم أنها تصحيح مصار قال آخرون أنها إلغاء لما تمخضت عن الثلاثية من قرارات واختلف فيها الكثيرون فالسيد ويحيا اليوم في افتتاح دورة المجلس الوطني لحزبه قال أوعاد إلى إنجازات الرئيس متفلقة تحديدا ما تعلق بيناير والعيد الوطني وهذا المكسب الذي قال بأنه حرر الجزائر من سوء التقدير والتردد وأجل كل الأسئلة الصعبة حول دوره وموقعه في اتخاذ القرار إلى السبت المقبل هل تعتقد بأن ظهور ويحيا اليوم بهذا الشكل غطى على غيابه بالأمس في افتتاح دورة الانتقال الطاقوي ولي قالوا بأنه غيابه كان بسبب غضبه حول تعليمة الرئيس ما رأيك؟ غضبه حول تعليمة الرئيس حسب قول البعض يعني لا أدري أنا كما قالوا أجنحه إلى تصديق التحليل الذي يقول أنه هذا التعليم ما هي إلا صحيح مصار أو إثبات حضور ويحيا كما عرفنا ويحيا إنسان بيروقراطي من الدرجة الأولى إنسان يعرف القوانين جيدا ويتعامل مع الأوراق جيدا لا أظن أبدا أنه يجهل أن مثلا اجتماعه بالبطرونة ومركزية النقابية للحديث حول التوقيع هذا سماوه نثاق الشراكة مع القطاع العام و القطاع الخاص سيزعج الرئيس لو شك دقيقة أن هذا سيزعج الرئيس لما فعل هذا الشيء الثاني هل هناك القانون يبيح الخوصصة أو لا يبيح القانون يبيح الخوصصة و القانون المالية 2016 نص عليها وحتى مد النسب 10-34-34-34-34-60 بالمئة التي يمكن أن يشتريها السهم يشتريها القواص كل الخبراء الاقتصاديين ماذا قالوا لا أحد لا يوجد خبر اقتصادي أعرفه ويستهل استحق هذا التسمية يقول أنه الخوصصة شيء رديع لكنهم كلهم يقولون يطلبون بشيئين أن تتم في شفافية وأن تتم إن أمكن عن طريق البورصة أمام كل الناس اللي يقدر يشري 20% في شركة عمومية وقادر على تسيرها يشريها واللي مش قادر الحاجة الثالثة التي يطالبون بها أن يتم تقييم هذه الشركات بصفة جدية يعني ما تجيبش ما تتقييمش الشركة على حسب حساباتها شركة مثلا خاسرة مدانة بـ 30 مليار وتقول أنه هذه الشركة لكن هذه الشركة عندها أصول وعندها عقارات وعندها أراضي كانت بدأت عملية التقييم وعندها سمعة كنت بدأت عملية التقييم واجتماعات أشرف عليها الوزير الأول صحيح هل تعليمة جاءت لأنه هذه الاجتماعات لم تكن تفتقد إلى الشفافية وتفتقد إلى التقييم الجيد أنا لا أعتقد أن اجتماعات الوزير الأول مع شركات مساهمات الدولة الدولة تتم تحت الأضواء هذه اجتماعات بين مدارة مؤسسات صناعية واختصابية نحكي وعلى قطاعات في سياحة فنادق خصصة فنادق خصصة فنادق هذه نسمحها من 20 سنة من 50 سنة أنا أقول لك أنا يمكن في 2005 أظن رحت عندي وثيقة كنتسكو قائمة الفنادق التي سيتم بيعها عمره ما باعه حتى فندق الجزائر فندق السفير كان في هذه القائمة مركب الأدالوسيات في وهران ولا باعوا أي فندق صحيح دكتور سخير أظن أن الدولة تحتاج إلى الأوراسي وتحتاج إلى فندق الجزائر وللتابعة صح ولكن يعني في 2012 اسماعيل ميمو قال ألغينا خصصات الفنادق كان هو وزير سياحة والوزير الحالي اليوم في الصحافة يقول بأننا بدأنا عملية إعادة تأهيل لهذه الفنادق بما معنى أنه توقفنا على قرار خصصتها رغم أنه كان هناك اجتماعات مع مجلس المجال المفتوح جدا يعني الخواصة الذين يريدون أن يشتروا فنادق القديمة يبنوا هم فنادق جديدة أحسن منه يفشروا أولا بالنسبة لقضية الخوصصة القضية الخوصصة مطروحة مدد تسعينيات لكن دائما الخوصصة أدت إلى تهديم اجتماعي واقتصادي لأنها لم تكن أبدا مضروسة ومبنية على معايير علمية واقتصادية يعني نحن نرى أن رغم يعني في سياق كل هذه القرارات والقرارات المضادة والسياسات والسياسات المضادة أنه الكل يتكلم باسم رئيس الجمهورية معناها قرار يمشي باسم رئيس الجمهورية ثم قرار مضاد باسم رئيس الجمهورية وهذا يعني هذا يضرب هيبة الدولة الجزائرية يزيد الغموض هيبة المؤسسة الدولة ويزيد ويزيد الغموض ويزيد أزمة الثقة ليس فقط نرى أن هناك أزمة ثقة في إطار الفواعل داخل النظام لكن كذلك أزمة ثقة بين السلطة والمواطن لأن البرقية التي تحت فيلابياس وصميت بتعليمات الرئيس كانت نقلنا عن مصدر مأذون ونحن نعرف ماذا يفعل المصدر المأذون يزيد أحيانا الغموضة غموضا أكثر مما يعطينا نقاط مضيئة كذلك هذا يدل أن لا توجد هناك استراتيجية وطنية يعني في العديد من القطاعات اليوم نتكلم على النموذج الاقتصادي الجديد رأينا اليوم نتكلم على الغياء بدون مقدمات وبعد نتكلم على ميثاق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودركة قرود سندية ودركة نتكلم على التحول الطاقوي معناها نشوف شعارات رنانة بسرح لا يوجد شيء استراتيجية طيب إذا تجاوزنا الشكل دكتور سخري على مركز القرار ومن يتخذ ومن يتكلم باسم من ما يقوله بدفلقة وكأنه أو ما نقل عن الرئيس كأنه أرح حتى المعارضة يعني تعرف بأن الناس كانت خايفة على الخوصصة بأنه كما قال حافظ عماش الشفافية وأنها لا تتم بآلية البورصة المعروفة فزوش كلمات قال لهم الرئيس أو نقل عن الرئيس هذا الأسبوع القضية الأولى تتعلق بالخوصة صخرة أحمر حول المؤسسات العمومية ومشي أي واحد يجي يشيري كما يبغي والثانية حول الغاز الصخري في الكلمة التي ألقاها وزير الطاقة جيتوني بالأمس الرئيس بوتفريقة في رسالته يقول مستبعد جدا أن نبدأ استغلال الغاز الصخري الآن حتى ننهي كل المخاوف المتعلقة بالبيئة لدى الرافيدين لهذا الاستغلال وهذا يتطبق تماما مع تحرك المجتمع المدني في الجزائر ككل الجزائر فهذا الكلام بغضل عن شكل الجوع أولا نطرح القضية عن القطاع العام والقطاع الخاص هنا نتكلم عن القطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر في حدود خصوصيات الاقتصاد الوطني اليوم القطاع العام في الجزائر ما راهوش القطاع العام موجود في دول أخرى لعندها قوة اقتصادية منتجة القطاع العام هو توزيع للريع لدى مؤسسات معينة وأنا نقول لك القطاع العام اليوم تحول إلى ملكية خاصة لأنه نشوف أن زبائنية مالية استفادت من القطاع العام ماذا حدث؟ الزبائنية المالية وهي المجموعات المالية الجديدة هي اللي استفادت من القطاع العام وكونت يعني وأصبحت عبارة عن فاعل مالي نافذ في إطار العملية الاقتصادية اليوم هذه المجموعات المالية تريد أن هي اللي تستفاد من عملية الخوصصة الآن حقيقة أن حينما تم توقيف هذه العملية حتى تكون في إطار الشفافية أنا أقول لك أن هناك طرحين حتى أقدم قراءة سياسية لما يحدث الطرح الأول سواء هناك مخطط اتصالي للعهدة الخامسة في إطار سيناريو 2019 أنه دائما الرئيس أنه يظهر كالمنقد يعني كان هناك انزلاق ودائما الرئيس هو المنقد وبما أن كل أشخاص أخرين داخل النظام هم عبارة عن فوائل يشاركون في هذا المخطط حتى إذا كان قرار باسم الرئيس وقرار مضاد باسم الرئيس يقبلون بها لأنه من المفروض إذا ويحيى كان في إطار سيرورة تعوزير أول في إطار منطق تحت سير دولة كان يقدم الاستقالة مباشرة تحيط هذه الفرضية التي قلت هذا الأسبوع مستبعدة جدا تركيبة النظام لا تسمع له وبالتالي معناها سواء هناك مخطط اتصالي وتدخل فيه قضية يناير يعني ترسيم يناير كاعد وطني معناه كان هناك لأنه يناير في نهاية الأمر هو عيد يحتفل به لكن تم الترويج له بأنه إنجاز كبير معناها حتى الهوية يعني أبسط مكتسبة الهوية تحولت إلى إنجاز هذا كذلك يحدث إنزلاق ثم رئيس الجمهورية يتدخل كذلك أنا شوفنا الآن ترويج للسكانات يعني 70 ألف سكان في الألبيا وغيرها من الأمور ولكن لو لم يحتفل بيناير كاعد وطني سميه تنازل استعمال ورقة الهوية قبل الرئاسيات كذا سيدكر التاريخ بأنها في فترة الرئيس بوتفليقة وهنا نعود كلام سيد أويحيا بأنه لأنه كل حراك الشارع تعرف أنا عندي معلومات في الشارع في البويرة وكذا أنه هذا الأسبوع كانت هناك محاولة لتنظيم احتجاج للقانون المالية حتى واحد مخرج لأنه الرئيس فكك هذا القنبلة المتعلقة بيناير كاعد وطني يعني أنه في إطار مخطط اتصالي ناجحة ما ليش ما ليش أنا نعطي لك سيناريو لو لم يتخذوا لأ قلنا بأنه يدعون وصمع نحو المجتمع لا لا هو في قضية الأمازيغية الأمازيغية هذا حديث آخر الأمازيغية هي مكتسب من مكتسبات الأمة نعود نولي لك القضية الخاصة والمؤسسات العام ونشرك حافي الدعماش ألا ترى بأن هناك اتجاه لشيطانة القطاع العام صحيح هو أن ما ذكرتها هو أمر واقعي أن المؤسسات القطاع العام نحن عندنا مثل الدول المتخلفة شفناها ريع وأموال وتوظيف يدعامل غير منتجة ولكن ألا تتفقون معي أو تتفقان أن الجوية الجزائرية أخذت نصيبها الكبير من النقاش في المدة الأخيرة كمؤسسة استراتيجية بعيدا عن سونة طرق وسونة القاز بعدما تحدث البعض عن فتح رأس مال بعض الشركات الجوية الجزائرية الجميع تم التركيز على الإدارة السيئة على الرحلات التي تم سحبها منها في الصين مثلا على انحراف طائرة هنا وطائرة هنالك وإفلاس وإضراب نقابات سواء مضيفين تقنية صيانة وكأن زيادة على الصورة سمعتها السيئة لدى المواطن العادي والله غير مواطن العادي يقول لها إيرالجيري يضرب ربع سوية خمس سوية تعروطان يقول لك يبيعوها ويبيعو جدها والله معلاء بلها بيها ووزير النقل هذا الأسبوع قال سوف نسمح للخواص باقتناء طائرات خاصة لنقل البضائع وكأن القران مترافق البضائع اليوم وغدوة البنياتهم يعني نفتح الرأس مال الشركات نحن كانت عدنا تجربة على شركة طيران خاصة والجزائرين كانوا فرحانين بها صح رغم أنها ماقيل وفساد رغم أنها دارتنا فضيحة كبيرة لكن في الواقع في العمل ديالها اليومي كانوا فرحانين بها صح صح لأنه كانت حل على الأقل مشاكل العادية مواطن ينتحل أو يسفل من يقول أن أيرجيري باعتراف مديرها العام وقال باللي عندنا مشاكل كبيرة والشركة رايحة الإفلاس لهذه الأسباب أيرجيري تسييرها سيئة جدا من ناحية الموارد البشرية ومن ناحية استغلال الطائرات حسن استغلال أنت تروح تركب في طائرة يقولون لك مكان مكان يكملي وبعد تدخل الطائرة تركب فيها 60 مكان صحيح لأنه سوء تسييري غلقوا أنت تروح للمطارات في الخارج طيارة تصلنا المسافر إلى آخر دقيقة مدى به تجيبه وتديه معاه في الرحلة هذه أنه دافع التذكرة أحسن أن تقليها للرحلة اللي جاية وتخلي مكانه فارغ يعني التسيير والحرص على أن الشركة تصبح منتجة وتصبح فعالة وتصبح تقوم بدورها هذا غير موجود هذا تسيير الفشل وكأنه يدفع بعملية الخوصصة دفعا لكن أنا لا أريد أن أحمل مسؤولية للمسيرين وحدهم لأن هذه الشركة لا تسيير بطريقة اقتصادية 100% هذه الشركة تسيير بطريقة اقتصادية وسياسية أيضا لأنه الشركة هذه رأي في خدمة الدولة لا هيش في خدمة زبائنها يعني في بعض الأحيان الدولة تفوق على الزبائن في بعض الأحيان يغيون أنت الرحلة ديالك لأنه كاين الطائرة الدولة محتاجاها في رحلة أخرى هذا الشيء يحدث لو كانت تسيير بطريقة اقتصادية 100% كنا نحمل المسؤولية المسيرين وحدهم بما أن الشركة لا تسير بطريقة اقتصادية 100% لا يمكن أن نحمل المسيرين وحدهم نعم وصل في نفس النقطة أن القطاع العمومي اليوم في الجزائر من ناحية الاقتصادية لم يمشي بنامط السوق هو يمشي بنامط الريع والثقافة الرئية التي أصبحت ثقافة الدولة وبالتالي الخسخصة والخوصصة حقيقة هي عبارة عن حل لكن هل الخوصصة هي أو القطاع الخاص هو مهي ليعود القطاع العام بطريقة أنه ينتقل أو ينتقل بالحركية الاقتصادية من ناحية الاقتصادية إلى ناحية السوق البارح في ملتقة على الانتقال تقاول هذا مشكل نقل بضائع أنا أعرفه هذا مشكل نقل بضائع كثير من المصدرين الجزائريين لديهم بضائع سريعة التالف ويحتاجوا إلى نقلها بشكل سريع لا تستطيع توفر هذه الخدمة هم اقترحوا وقالوا خلوا الناس تختم على الأقل في نقل البضائع شركات خاصة قدروا نتعاملوا معها بصريقة اقتصادية وبعقود ما نقلت ليش فزدة السلعة تخلص التأمين بهذا الطريقة من ناحية نقل السلعة نظن أن الأمر مستعجل جدا لأنه أنت تعرف مثلا نعطيك مثال مثال في فرنسا أكبر سوق للخذر والفواكه في أوروبا هناك مثلا مواد بسيطة جدا نباتات عطرية تأتي من أمريكا اللاتينية بينما هي ممكن ينتجها في الجزائر الجزائرين لا لديهم إمكانية أن يصدرها لأن النقل غير موجود نعرف أنه واحد في تلمسان يصدر يوميا يبعث المعدنوس وهذه الحشيش المقطفة والزعيطرة يوميا يبعث إلى فرنسا لأنه ضمن أن الرحلة هذه اليومية من تلمسان إلى باريس موجودة يوميا ويوميا يبعث وتمشي ومناجح وكام لأنه هذه المواد السريعة تحتاج إلى سرعة إذا الجوية الجزائرية لا تستطيع توفيرها يجب فتح المجال وهذا الغموض دكتور سخري